السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي ملوك طيور الزين فيديو جديد من سلسلة أمراض الطيور وعلاجها هنتكلم فيه عن السلمونالي هنعرف عنها كل شيء وطرق علاجها المختلفة لكن قبل ما نتكلم ياريت كل اللي بيشاهدنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزين كجعنا لكم مرة تانية السلمونالي عدوة بكتيرية بتصيب الجهاز الهضم للطيور بيبدأ ظهورها بخمول للطائر المصاب مصاحب للخمول ده إسهال بسيط في أول أيام ظهور الأعراض وطبعا مع عدم التعامل مع الطائر المصاب بشكل صحيح تبدأ أعراض الإصابة في التطور فبيزيد حدة الإسهال لإسهال مائي وبيتغير لونه للون الأخضر وبيكون لريحة كريهة ومع عدم الاهتمام بالطائر أو التعامل معاه على إنها مشكلة معاوية وهتروح باستخدام أي متاخر معه زي الأنتنال أو الفلاجيل بتزيد حدة الإصابة واللي بتوصل لظهور بقع حمر على مفاصل الطائر وتحديدا معضلات الجنح والرق وعدم قدرة الطائر على الحركة بشكل طبيعي وبتزيد رغبة الطيور المصابة في شرب كميات كبيرة من الماء والكلام ده طبعا بيصحبه نزول كبير في الحجم والوزن لدرجة بروز عدمة الصدر للطائر واللي بنقول عليها التسييف في الطيور وده بيكون نتيجة حالة الإسهال الشديدة للطائر لحد هنا ممكن نلاقي مربيين بيتعاملوا مع الطائر بالمطهرات المعاوية والمطادات الحيوية على أساس إصابة طائر بأي مرض غير السلمونيل وده مش الكل في مربيين ما شاء الله بيقدروا يعرفوا نوع الإصابة ومجرد رؤيتهم لفضلات الطائر من أول يوم احنا بنتكلم على الناس المبتدئين اللي خبرتهم قليلا وطبعا مع قلة الخبرة دي بتبتدي بكتريا السلمونيل في اختراق أمعاء الطائر والدخول على الدم ومنه للجهاز العصبي وهنا بنتكلم على بداية نفوك وموت الطائر لأنها بتسبب شلل للطائر وبيكون غير قادر على تناول أي شيء بسبب عدب قدرته على التوازن والمرحلة دي بيسميها أصحاب غية تربية الحمام مرض الروش واللي بعدها بتكون نهاية الطائر وعلشان الفيديو ما يطولش زيادة عن اللزوم موجود كل التفاصيل عن بكتريا السلمونيل وأعراضها على الطيور الكبيرة والصغيرة والوقاية منها على مدونة ملوك طيور الزين ورابط الموضوع أسفل الفيديو احنا هندخل على طريقة العلاج مباشرة وأول حاجة بنعملها بحالة ظهور أعراض الإصابة اللي قدر الله على طائر من طيورنا الحذر من انتقال السلمونيل من الطائر المصاب لنا أو للطيور لأن السلمونيل مرض معدي وبينتقل بسهولة من الطيور للإنسان زي ما بتتنقل العدوى بين الطيور بالزبط فلازم تستعمل قفازات لحماية نفسك ولحماية باقي الطيور هنازل الطائر المصاب في المكان لوحده بعيدها لمكان التربية وهننظف المكان بالكامل بكل شيء فيه بمطاخر قوي يكون أمن على الطيور وهنقدم للطيور رافع مناع بيطري أو خلطة التوم بالليمون يملأ الشهور بتلات أيات وهنتبع الطيور دي لمدة أسبوعه بشكل قوي وملحظة أي ظهور للإصابة بينها ولو حصل هنعزلها فورا في خلال الأسبوع ده هنبدأ علاج الطيور المصابة في مكان عزلة في أكتر من طريقة أو أكتر من علاج بنستخدمه منها الأعشاء ومنها الأدوية البشرية ومنها الأدوية البيطرية بس قبل ما أقول عليهم على الأفضل منهم خليك عارف أن أي علاج بنستخدمه مع الطيور ونتيجته بتكون على حسب الإصابة وحدتها والحالة اللي وصل لها الطائر مع المرض يعني مثلا بنلاقي مربيين الحمام بيعالجوا السلمونيلا بمغلب زور الكزبرة وبتكون نتيجتها فعالة مع البعض والبعض التاني لأ ده بسبب الحالة اللي وصل لها الطائر ده غير إن مفيش مضادة حية وجاب نتيجة فعالة بشكل نهاج سواء كان المضادة الحية وده بيطري أو بشر وده اللي خلى بعض الأطباء البيطريين ينصح المربيين بالتخلص من الطيور المصابة لأنها حتى بعد شفاقها بتكون قادرة على نقل العدوى بين الطيور السليم وممكن ترجع تتجدد إصابتها بالسلمونيلا بسهولة علاج السلمونيلا بالأعشاب في طرق كتير منه لكن أفضلهم بنجيب خمس فصوصتهم مع معلقة كوركن كبيرة وبنضربهم مع بعض بنهرسهم ونضيف عليهم لترين مية ونسيبهم ثلاث أيام بعد كده بنضيف عليهم معلقة كبيرة خلطه فاح وبنقدم خمس نقط في المسأة الصغيرة وعشر نقط في المسأة الكبيرة وده للعسفير أما الحمام بتاخد نص لتر من المنقوع ده وبتخفه على اثنين لتر مية وبتقدمه للطيور ونتيجة الطريقة دي قويسة في بداية أعراض الإصابة لكن في الحالات الشديدة مفاعلها متفاوت نيجي بقى للطريقة التانية وهي العلاج بالأدوية البشرية وفي مجموعة من الأدوية فعالة في التعامل مع بكترية السلمونيلا منها على سبيل المثال إبراماسين موكسلين إنروفلوكساسين سيدوستين وأفضل استخدام نص كابسولة سيدوستين مع خمس نقط مع الأنتنال على المسأة الطريقة الثالثة الأدوية البيطرية وده أقوى وأحسن طريقة مجربة ونستخدم فيها نوعين من الأدوية تأثيرهم قوي جدا وسريع مع السلمونيلا بالترتيب الكوليبريم وده دواء أردن الصنع والبانفلور أسبان الصنع بنستخدم أي واحد منهم خمس نقط على المسأة لمدة أسبوع وبنريح يومين ونعيدها تاني لحد شفاء الطيور بعد أي طريقة من الطرق دي لازم تقدم للطيور كرسفيتامينات متعددة وأملح معدنية أي فروح صغيرة مصابة بالسلمونيلا تقريبا بتموت خلال فترة العلاج لعدم قدرتها على مقاومة المرض وفي مجموعة نصايح لعدم انتشار السلمونيلا في المكان هتلاقيها على المدونة وممكن تشوفها ولو حابب تعرف أكتر عن مرض السلمونيلا من خلال الرابط اللي أسفل الفيديو بكده نكون عرفنا أفضل طرق علاج السلمونيلا لجميع الطيور وبأكتر من طريقة عبنا يحفظ طيورنا وطيوركم لكل شهر تحياتي بقى محمد